مجزون لهم الأنباء قالت مجلة أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المرجح أن توسع الدعم للجهات الإقليمية والمحلية التي تحارب الحوثيين لإضعاف قدراتهم وأوضحت مجلة The National Intercept أن ذلك سيشمل تعزز الدعم العسكري للسعودية والإمارات إذا قررت استئناف العمليات باليمن أو تقديم المساعدة والدعم العسكري للقوات اليمنية المحلية المتحالفة مع المجلسين الرئاسي والانتقالي وبينت أن إدارة ترامب قد تستخزم مزيجا من الضربات على قادة الحوثيين البارزين والمواقع العسكرية التابعة لهم في الأثناء ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره العماني بدر البوسعيد الحاجة الملحة لتأمين الإفراج عن الموظفين اليمنيين في سفارة واشنطن بصنعاء والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين ووفق وزارة الخارجية الأمريكية عبر بلينكين خلال اتصال هاتفي مع البوسعيد عن قلقه البالغ إزاء معاملة والظروف المحتجزين منذ أشهر بشكل غير قانوني وكانت وزارة الخارجية العمانية قالت أن البوسعيد تبادل مع بلينكين وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في غزة ولبنان واليمن من جهته أكد مسؤول إيراني أن بلاده والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في المنطقة في تصريحات تأتي بعد اجتماع عقدته اللجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية بالرياض أكد على الحل السياسي للأزمة اليمنية وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي في تصريحات على هامش زيارته للسعودية أن ذلك يتطلب استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه وتبادل التهديدات الحالية وتبادل التهديدات الحالية ووصف اجتماعات اللجنة الثلاثية بأنها بناءة وودية وتبادلت الأرى والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث تتهم السعودية منذ سنوات طهران بدعم الحوثيين في اليمن شددت المنظمة البحرية الدولية على ضرورة تأمين حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر الذي يشهد منذ عام هجمات يشن الحوثيون على السفن وجدد الأمين العام للمنظمة أرسينو دومينغز في ختام الدورة 133 للمجلس في لندن جدد دعوته إلى سلام ورفاهية في البحر والبحار ومعالجة القضايا الحرجة المتعلقة بالهجمات على الشحن في البحر الأحمر ومنذ نوفمبر من العام الماضي ينفذ الحوثيون هجمات ضد السفن التي يقولون أنها مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الشأن الاقتصادي واصلت العملة المحلية في مناطق نفوذ الحكومة تراجعها أمام العملات الأجنبية مسجلة أدنى مستوى لها في تاريخها مع استمرار الانقسام النقدي مصادر مصرفية قالت أن سعر صرف الدولار الواحد بلغ 2070 ريالاً فيما تجاوز سعر الريال السعودي 540 ريالاً في تعاملات السوق بالعاصمة المؤقتة عدن ويأتي تهاوي قيمة العملة المحلية بالتزامن مع عجز الحكومة عن وضع حد لهذا التدهور وتجاهل التحالف السعودي الإماراتي والمجتمع الدولي مناشداتها لتقديم دعم عجل نهاية الموجز إلى اللقاء